وفق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الميزانية العامة حيث يهدف المشروع إلى الزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها وكانت جلسة مجلس الشورى بدأت عمالها بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول عمال المجلس حيث تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين البحرين وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي حيث جاء تصويت المجلس بالموافقة على رفع مشروع القانون إلى مجلس النواف كما وفق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار وإحالته إلى الحكومة وذلك لصوغه كمشروع قانون وإحالته للسلطة التشريعية